طيب تعال نروح كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو عمل حركة غريبة يا جماعة. عمل بلوك عمل بلوك 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 على رأي رادو الشربيني لموقع اسمه ترانسفر ماركت. الموقع ده يعني بيقيم اللعيبة وبيقيم بيعمل فاليو بيعمل تقييم للعيبة وكريستيانو رونالدو ما عجبوش ما عجبوش التقييم اللي هم عاملينهوله فعمل لهم بلوك. وده بيقلك بيقلك عقلية كريستيانو رونالدو. يعني دماغه. لا هو الظريف هم عملوا التقييم ده لكل اللعيبة اللي اكتر من 33 سنة وكريستيانو كان نمر واحد وكان فرق عن اقرب واحد ليه بتلاتين مليون. يعني هو اتصعر ب 67 مليون. يعني الناس مكبرينه. وقرب واحد ليه بتلاتين مليون. وبرضه ده ما عجبوش. والظريف ان هو بعد كده اتباع بحوالي عشرين مليون. وزي ما احنا شايفين دلوقتي يعني اداء كريستيانو رونالدو مع مشاشة رونالدو ما هواش ما هواش العظيم يعني. وعش كده بتهيلي ان هو واضح جدا ان التقييم بتاعهم ده حتى كان اوفر ريتد لكريستيانو في الوقت ده. بس ده بيبقى لك شخصيته عبدوين. طبعا. ان شفت الفيديو اللي هو كان زعلان ان برناردو سيلبا خد حصل العيد في كاس اوهوروبية. يعني هو عايز يبقى. عشان هو 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 دايما النمر واحد بس هو في دي كانت غريبة جدا ان هو مش عجبه ان هو نمر واحد بفرق تلاتين. هو اتباع ليوفنتس بمية. فمش متخيل ان هو يمشي من يوفنتس وتمنه 67 بر ماشي بقال. ماشي ماشي باشرين. اه اه. فده 20 في المائة من تمنه. اه. فهو بقى اه 3 سنين في في يوفي واماشي بـ 20 في المائة من الكريمة بتاعته. فدي طبعا بالنسبة له عملية الاحباط كبير جدا وعشان كده هي دي انتشرت في الفترة اللي فاتت لما اه تانس الماركت على الى على انستغرام قال له ان هو عمل لنا عمل لنا بلاوك فاخنا مش عايفين نعمله تاج على 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 معينة كانت موجودة عن. هم برضو بيستغلوا ها هم مستنوا شوية هم تقلوا. لا وبيع بي بيستغلوا الموضوع نوعي بببليستي ليهم. انه بصوا ان كل نجوم العالم بالتباع انا وبالتباع اربارهم. لا وان كريستيانو كمان يبقى مش عاجبه التقييم بتاعهم. يعني معناه ان هو بيبصوا ان هو شايف ان هو عارف تنسل ماركت. استغلوها بشكل جايي. طبعا دي بالزبط. طبعا في ناس كتير بتقول ان كريستيانو رونالد هو السبب الرئيسي لمشاكل منشاكل منشاكل سيرونايتد في انجلترا. وانا لا اقافقهم بالعكس. انا شايف ان هو عزلهم في مارشاكل سيرونايتد. وان اللعيبة اللي بتلعب حواليه اقلب كتير منه عشان كده هو في المشكلة الكبيرة اللي هو فيها. وانا شايف ان هو بيندم. وبيقول يا ريتني ما رديت على سير اليكس فيليكسون في الصيف. باريس سانجرم اه. السنة دي لو لاحظته كل الجزم بتاعت ميسي هتلاقوا العلامة التجارية بتاعت الجزمة ممسوحة. شو ممسوحة يعني؟ متغطية. متغطية متورنيشة يعني معمولة كده بطريقة معينة. وده ما كانش بيحصل في بارشلونا. وده بيوريه قوة النادي. النادي لما بيبقى عنده الباور وعنده القوة. حتى من خلال الجلسة بتتاعلان القميص الرابع او الفورت كتل اللي عملوها على طريقة شيكاغو بولس. صاح. ما عملانها بالشكل ده يعني. بالضبطة يعني زي ما انت شايف يا ميدو دلوقتي هو ميسي الوحيد اللي قدامه. الوحيد اللي قدامه فيه حطوا حاجة زي بورد صغيرة عشان يخبوا الجازمة بتاعته. الصورة اللي بعديها هتلاقي ان هم حطوا مبابي قدامه. وطبعا انت عارف ان هم كلهم لابسين اير جوردن او براند بتاع ملك الجوردن. فهم برضو قعدوا مبابي قدامه. احنا فهم الكلام ده عبدون. يا بص في افكار ان انت بتخلق ايدنتيتي وبتعمل حاجة تاريخية بحاجة بتحصل. زي مثلا ما ايكس عمله الكت بتاع بوب بارلي. يعني مش حاجة يعني اكيد فيه حاجات ممكن نعملها ان انا. بس برضو انا شايف ان احنا برضو فترة فيتر فيه تطور سريع ومختلف في الكونتنت او في صناعة المختوى في مصر عند فرقة كتير الاهلي والزمالك. في ديفالوبمنت كويسة لسه طبعا ما وصلتش للمنظومة كلها. سوشال ميديا بالضبط. سوشال ميديا شغالين كويس. طبعا طبعا. انما من نهاية استخدام اللوجو والاسم والتاريخ. لسه لسه. فبرشلونة بقى ميسي كان بيتصور فول بادي الجزمة طلعة بتاعته بتاعت المنافس. فرانك ديونج نفس الكلام الجزمة بتاعت المنافس طلعة. فده برضو يقولك مدى سيطارة الشركة الرعية. ان هي نفس الشركة الرعي على بي اس جي هي نفس الشركة الرعي على برشلونة. بس واضح ان السيطارة من بي اس جي على النجوم وعلى العقود بتاعتهم اقوب كتير جدا من برشلونة. اللي هو بيعاني فترة فترة من تخبط. حتى برفلكت يعني او بيسمع فيه حتة التانية زي حاجات السفانسرشيب اللي احنا كنا متكلم عليها دي.